انت تشجع مين في النهاية دولة عبدالوروب؟ انا انا بشجع لفربول ما بحبش ريال مدريد. اصلا بتحبش ريال مدريد اساسي. اه بس لو بريد في بولها هيلعب برشلونة بقى انا برشلونية. والله. بس دي خنائع شغالة. بس انا انا بشجع برشلونة وبشجع اي فرقة ليمرانها بجرارديولا. انا بالنسبة لي ده العظيم. بس تعرف كس محمد صلاح دي تحديدا انا لايقى رائش. انا بس بشجع ريال مدريد. بس اصلا ما محمد صلاح يعني ب بشجع ريال مدريد زي كده ما بتشجع برشلونة. بعشق ريال مدريد. بس اما هون. لسه زي ما كنا بنيدكو ده. النموذج بتاع محمد صلاح ده ما بيتكرارش كتير. خليك تشجع غزبا عنك هتتعطف معي. بالضبط كده. لو. عندنا لعيب مصر جماعة شيل جاس دورة عبطار اوروبا تاني. تاني مش يعني مش اول ما. بس انت هتلاقي في المتش غزبا عنك يعني. ريال مدريد انت هتتشد معي. هتتشد مع ليفربول غزبا عنك. ولا الهوة انا بحب اي فرقة بيمرانها جورديولا. انا بشجع البيرن. برشلونة برشلونة. سيتي سيتي. انا بحب بحب استال لعب جورديولا. انا بحس انه هو من المدربين القلائي اللي عنده حلول في كل حاجة. وبعدين كرة مع امتاع. انا بحب اللعب اللي هو مش الباور والضرب. من انه كنت انا مساك. بس انا بحب. انت بتاع الضرب. اه. انا بحب. انا بحب الفرق اللي بتطلع بالكرة من وراي. اهو جورديولا استاذ فيها دي. حتى كابتن ياهب جلال. اهو مسر الاعلى فيكار نهاب انا كنا مع ما نسكون ف المقصة. فدعب معنا وهاني سعيد. طيلم ما احنا عادين اهو بيتشغل بيتفراج ع التاميم بتاع اما كان ماسك Titغار 대해서 انا بذل. اهو التحذير من ورا وحتƏ انا بتاقي الاجب استاذها على الكاتبتن ياهب. وانت رقبت مع كابتن هاب جلال. وجود كابتن هاب جلال على رأس الجهاز الفاني المنتخى ما شايفه قرار موفق وشايفه انه هيقدر ينجح وشايفه انه هيوفق؟ لو الناس بعدت عنه ان شاء الله هيوفق لان كابتن هاب من الناس القلال في مصر اللي دارس. يعني راجل دارس فعلا دارس دارس الاسلوب التدريب ودارس كل حاجة. لاجنية المشكلة كلها ان النقطة كان بيتكلم فيها كابتن حازم الامام ودكادو النظر طبعا تحترم ان الاجنبي بيتطر بماغه. وليه الاهل وزمالك بيجيبوا اجنبي على طول؟ عشان ما بيسمعش للجمهير. المصري لازم غصبا عنك انت ماشي في الشارع. لها بيقولك لا يا محمد السيد لا يا ابوة الجمعة لا يا بشادي لا. لكن الاجنبي ما بيسمعش. صح. هي دي النقطة اللي انت كابتنها بيتحب جدا في الاختارات. لو انت اخترت الناس من الزمالك الاهلي يقولك ده انت ما بتحبش الاهلي. اخترت الناس من الاهلي فدي هتبقى المشكلة. الضغط اللي تعمل الى الفنس. صحو ما بيسمعش. ما فيش حدا بيسمعش. مثلا اصول الكابتنها بيجابي من النواية دي حتى وفي المؤتمر السابق بيقولك انا ما شفتش وما سمعتش وما عرفش. متعيقى لك انت بتبقى بس. اه طبعا بيحد عابله في الشارع. بس انت غصبا عنك انت دي حياتك. انت حياتك والناس اللي انت عايش بينهم. اكيد مش تنزل من البيت. طبعا. فانت بتنزل بتخرج بتروح امور بتقافي الناس. طبعا. لو عشرة اكلموك اكيد هتتأثر. اه ممكن واحد يبقى مثلا هو طبعه ان هو هادي شوية ما بيتأثرش بالكلام. لكن لصبا عنك انت هتأثر بالضغط. لان انت ماسك منتخب مصر. انت مش هترضي المية عشرين مليون كله. طيب. كابتن عاب جلال وانت لعبت مع كابتن عاب جلال. من المدربين اللي بيحفظ اللي عنده اسلوب خاص. ما يبقى الشبه حد. الاسلوب الخاص ده والتحفيز ده محتاج وقت. تفتكر هياخد وقت قدية عشان يقدر يعمل شكل المنتخب. بس هو قال كده في المؤتمر ان انا هحتاج وقت. ما هادش نعمل. هو المشكلة مش في كده. المشكلة ان انت انا خلاص انا جيبت الناس مع المنتخب وحفظتهم. هرجع ان ديتهم تاني هلعبوا بالاسلوب القديم. فهي المشكلة كلها في كده. ان انت المنتخب غير النادي. المنتخب ممكن مثلا تعمل فترة ادات شهرين. تقعد تحفظ فيه ومتحفظ في رؤية اللعب. كنت المنتخب اقل تجمى وهيجيلك قبل الماتش بتارة اربعة ايام. هتحفظ ايه. حتى لو حفظت. ما هو هيرجع النادي التاعه تاني. هرجعلك الماتش اللي بعوده وننسي كل حاجة. فهي دي المشكلة هتقابل كابتن عيابي يعني. لازم انا هتتقد ان كابتن عيابي عنده مرونة شوية. في اللعب افترات اللعب بتاعته. لان هيتعب قوي في الموضوع ده. وبعد انت هيبقى اختيارات لعبتك. على اساس الفكر بتاعك. ايوة. فدي هتتعب برضو هتعمل مشاكل. ايوة. فهم اظفها ده هتعمل مشكلة. انت هتختار لعيبة. بوقت تختار لعيب. للجماهير مش محبوب. اه. او اعلاميا مش الناس مش حباه. فهتتهاجم. اه. اللي هو انا هاخد العيب يمشي. زي ما كان قلوس كدوش بيعمل. طب. في العيبة كان بياخدها. يا ما اخدش قفشة ولا شريف ولا طريق حامد. يقول لك انا اسلوبي مش متواكم مع. والناس سكت. والناس. طبعا هنجموه بس هو مكتش بيسمع. بس الكابتن اهاب جلال هيعمل كده. هيسمع. اصلا اصبرا عنك هتسمع في الاستاد. اه. في الماتشاط. هتسمع في كل حاجة. بس اصد الكابتن اهاب جلال زي ما انت قلت. هو عنده لعيبة خاصة. يعني. وده لازم الناس تبقى فاهمها. ان هو في اسلوب لعب هو بيشتغل به. ممكن يبقى لعيب بتاعك انت في الاهل او في الزمالك نجم وعظيم. بس معاه هو مش هيبقى نجم وعظيم عشان اسلوب اللعب مختلف. طبعا هو كابتن اهاب مرن المقصة. مرن مصري. مرن براميدز. اه. اه. بس هو ده اللي مرنها اللي هي القوية. ام. ام. يعني انت هل ما يعقل انت اللي اخترتها كلها تبقى من الناس دي بس. اللي انت مرنتها. لا طبعا. وله ه هتبقى عندك مرنة انت ممكن تجيب لعيب. هتنازل شوية عن الفكر بتاعي او عن اسلوب بتاعي. اه. اه. انا ابدأ احضر المرنة انت عشان تحضر المرنة لازم عندك الديفندر بتاعك ده بيعافي ستيلم ويلف بكور. طبعا. ففي ناس كتيرة دون ذكر اسماء ما بيعرفوش الحتة دي هو ستايلو يلعب هو وشه مجاجن. رغم انه اسمهم كبير يعني. اي هو 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 لعبه كده. انا بدافع كويس. اه. ووشي لازم يبقى مواكد. والمدارب بت اه. ففي ناس كاسي من الناس اللي يلعب مع كابتنات كويس قوي. انا فرجاني بتدينه لو خمسة طازين عليه بيعرف يلف وتتصرب. اه. في ناس تانية اسلوبها لازم يلعب وشه لقدام. اه. فاديها هتقابل مشكلة لكابتنات طبعا كبير. بالتأكيد طيب.